المهم إخواني الكرام أن نزلت لسان شنغريحة في هذا الحفل الذي هو حفل إعلان سيطرة العسكر على النظام إعلان انتصار حقيقة النظام وتفكيك للحراك أيضا انتصار العصابة داخل النظام على عصابات أخرى تم التضحية بها وما إلى ذلك وأيضا أن النظام لم شمله الآن ما بعد أربعة أوت هو مرحلة جديدة مرحلة عسكرية بإمتياز الآن حتى أبواق النظام وبعضهم يدعون ويتحدثون على أساس أنهم مقربين من دوائر صناعة القرار في العسكر ويدافوا على خيارات العسكر صاروا يتحدثون علانية بأن النظام عسكري وأن الرنجارس هو الحل وأن الجنرالات هم الذين يسيرون الدولة وأن الرئيس لا يستطيع أن يتجاوز أي شيء يرفضه الجنرالات صار هذا واضح يأتي في مداخلاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحتى في الإعلام إذن توقفوا عن المبالغة في تقديس الجيش الجيش دوره هو اللي يجلب له الاحترام ما يقوم به من حماية الحدود وحماية الأمن القومي والوحدة الطرابية ودوره الدستوري بعيدا عن اللعبة السياسية رح يجيب له الاحترام ولكن بهذه الطريقة تحاول فرض الاحترام النظامي يكرم نفسه باش يلقوا قيمة عند الجزائريين ويجيبوا أبواق برامج أمس الجيش الوطني الشعبي دور الجيش الوطني الشعبي يا يا ولدي الجيش الوطني الشعبي بالله يعنيكم واش دار منذ الاستقلال هاي ياسي الجيش الأمريكي غزى العالم من أجل مصالح أمريكا جيوش دول غزة جيش الفرنسي غزى إفريقيا من أجل مصالح فرنسا دار مصانع ودار وأشياء أي الجيش الجزائري واش دار صناع دبابات صناع طائرات صناع صواريخ أو أكبر مال نهيبة في الجزائر نهيبة إما عن طريق جنيرالات أو عن طريق ناهبين مدنيين وأثرياء الأزمة اللي صنعتهم المخابرة توفيق صنع مليارديرات في الأزمة والمخابرة صنعت مليارديرات في الأزمة ناهبوا المال العام واش دار اشترى سلاح اشترى سلاح من روسيا اعتبروا إنجاز هذا روش راه هذا هو روص وارد الشعب ادى وهم اعطوا لهم الميزانية مفتوحة لهم ويشروا ماذا دار خاض حرب ضد الشعب في التسعينات تم طورية الجيش في حرب مع الشعب عن طريق ضباط وضباط الجيش الفرنسي ما عرف بحزب فرنسا بجناحه العسكري والمدني هم الذين ورطوا الدولة الجزائرية في حرب وبعد ذلك خاض حرب كاد يهزم فيها كانت مناطق محررة في البليد وغير البليد للجماعات الإرهابية حتى تدخلت قوات الدفاع الذاتي وهزمت الإرهاب وفكت المؤسسة العسكري وش دارت للجيش؟ هايا بعد السد الأخضر وش داره؟ ما داروا حتى شيء كل كلام فيه كلامه تقديس وكل تقديس للدور العسكري للمؤسسة العسكرية بلغتم الدول الذكية طبق أنظمتها ما وراء السيطار العسكرية ولكن لا يظهروا انتوا ما راكم بلغتوا نشرة الثامنة نلقوا غير العسكر نفتحوا صفحات الفايسبوك نتعر الرئاسة ونتعر وزارة الدفاع وتعر الإعلام غير العسكر الحفالات في خمسة جوين يا ذكرى الستينية استعراض عسكري كل شي فيه شنجريحة بعده بشهر مباشرة اليوم الوطني للجيش وزاي أول نوفمبر أيضا يوم عسكري تاريخ عسكري أين نضال المدنيين العسكر كانوا جيش التحرير كان في الجبال ولكن الذين تحملوا معاناة الحقيقية تحملها الشعب والمناظرين الć كانوا يقوموا بدور استخباراتي لصالح جيش التحرير الć كانوا يجمعوا في التبرعات لصالح جيش التحرير الć كانوا يأوو عناصر جيش التحرير وكانوا ينقلوا العتاد والمؤونة ويخزنوا حتى الأسلحة في المطامير انتواعهم في تحت بيوتهم يخبوا في الأسلحة انتع جيش التحرير المناظرين السياسيين المفكرين الشعراء الأدباء هذا كل تغيب وصارت ثورة أول نوفمبر هي ثورة العسكر ضد الحلف الأطلسي لا أبدا هي ثورة شعبية بعنى الكلمة في أربع أود 1962 تم الإنقلاب عليها من طرف شيش الحدود وهو الذي تحدثنا عنه في المداخلة السلام